اتهم النائب عن محافظة البصرة عبدالأمير المياحي الحكومة باستهداف البصرة عبر غلق منافذها الحدودية والتآمر على موانئ المحافظة مطالبا إياها بإعادة النظر في سياساتها تجاه البصرة وقال المياحي إن سياسة الحكومة بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظة البصرة اتجهت لإغلاق المنافذ الحدودية وخنق الموانئ مشيرا إلى استفادة الكويت من هذه السياسة وأضاف المياحي إن غلق منافذ البصرة مؤامرة كبيرة على موانئ المحافظة رغم المآس التي يتحملها البصريون نتيجة الفساد على مر السنوات السابقة وطالب المياحي رئيس الوزراء بفتح منافذ البصرة وعدم خنقها إسوة بمنافذ الشمال وعدم الموافقة على الربط السككي مع الكويت